في معرض الفرس سلوى فتاة صغيرة تحب الخيلة وتتمنى أن تصبح يوما من كبار الفرسان في بلدتها ذات مساء وبعد أن أنجزت واجباتها المدرسية أخذت ورقة وقلما لترسم فرسانا يركبون خيولا وما أن بدأت في الرسم حتى غالبها النوم فأسندت خدها على مكتبها واستسلمت لنوم عميق فإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها هذا استبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها وهذا جناح تعرض فيه البرانس والجلابيب الزاهية والبلغات والجزمات المطرزة وهذا جناح السروج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة وبينما كانت سلوى تتجول في أروقة المعرض سمعت دوية البارود القوي فخافت وهرعت هاربة فحضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها وقال لها الفارسة لا تخاف دوية البارود بنيتي هيا نستمتع بعروضة بوريضتي ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان يرفعون البنادق ويطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها في معرض الفرسي سلوى فتاة صغيرة تحب الخيلة وتتمنى أن تصبح يوما من كبار الفرسان في بلدتها ذات مساء وبعد أن أنجزت واجباتها المدرسية أخذت ورقة وقلما لترسم فرسانا يركبون خيولا وما أن بدأت في الرسم حتى غالبها النوم فأسندت خدها على مكتبها واستسلمت لنوم عميق فإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها هذا استبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها وهذا جناح تعرض فيه البرانس والجلابيب الزاهية والبلغات والجزمات المطرزة وهذا جناح السروج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة وبينما كانت سلوى تتجول في أروقة المعرض سمعت دوي البارود القوي فخافت وهرعت هاربة فحضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها وقال لها الفارسة لا تخاف دوي البارود بنيتي هيا نستمتع بعروض التبوريضة ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان يرفعون البنادق ويطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها في معرض الفرسي سلوى فتاة صغيرة تحب الخيلة وتتمنى أن تصبح يوما من كبار الفرسان في بلدتها ذات مساء وبعد أن أنجزت واجباتها المدرسية أخذت ورقة وقلما لترسم فرسانا يركبون خيولا وما أن بدأت في الرسم حتى غالبها النوم فأسندت خدها على مكتبها واستسلمت لنوم عميق فإذا بها تتجول في أروقة معرض الفرس مع رفيقاتها هذا استبل يتم فيه تنظيف الخيول وصيانة حوافرها وهذا جناح تعرض فيه البرانس والجلابيب الزاهية والبلغات والجزمات المطرزة وهذا جناح السروج المذهبة التي يتفنن في صنعها حرفيون مهرة وبينما كانت سلوى تتجول في أروقة المعرض سمعت دوي البارود القوي فخافت وهرعت هاربة فحضنها شيخ وقور كان واقفا بالقرب منها وقال لها الفارسة لا تخاف دوي البارود بنيتي هيا نستمتع بعروض التبوريضة ولما كانت سلوى تتفرج على الفرسان يرفعون البنادق ويطلقون البارود فوق خيولهم الجميلة سمعت اسمها يتردد عبر مكبر الصوت يدعوها المنادي للالتحاق بإدارة المعرض حيث تنتظرها صديقاتها هذا النداء أيقظ سلوى من نومها العميق وقالت إنه حلم ممتع ومفيد فأمسكت قلمها من جديد لتكمل الرسم بما رأته في منامها اشتركوا في القناة